اسم الدرس الحيوانات الأليفة منافعها ومظارها والحيوانات البرية منافعها المحور الأول الوسط البيئي أتعرف الحيوانات الأليفة منافعها هي الحيوانات التي تعيش في ألفة مع الإنسان يربيها لينتفع بخدماتها ولحمها وجلدها وريشها وبيضها وفي المقابل يجب عليه أن يعتني بها بتقديم الغذاء السليم لها والمحافظة على نظافتها ووقايتها من الأمراض ومن بين الحيوانات الأليفة نذكر أولاً الكلب لحراسة المنازل والمزارع وقطعان الأغنام والبقر والمعز وهناك نوع خاص يؤصاحب الصيادين ليدل على الصيد أما الكلاب البوليسية فتدرب للقبض على المجرمين والتدليل على الأماكن المشبوهة والبحث عن المفقودين وإنقاذ الغرقا وقد استغل الإنسان حاسة شمه القوية وتربية الكلاب ما لم تكن للصيد أو للحراسة بأنواعها وتدخل فيها الكلاب البوليسية قياساً تعد محرمة في ديننا الإسلامي فلا يجوز لنا تربيتها لمجرد الزينة مثلاً ثانياً القط لحراسة المساكن والمتاجر والمزارع من الفئران والجرذان ومن بعض الحشرات ثالثاً الحصان، البغل، الحمار وما شبهها يربي الإنسان هذا الحيوان لحمل الأثقال وجر العربات والركوب والزينة والفسحة وحرث البستان رابعاً الغنم والبقر والماعز يربيها الإنسان لينتفع بلحمها وجلدها ولبنها فهي مصدر للغذاء واللباس والغطاء كما يستفيد من روثها كسماد طبيعي مفيد للنباتات خامساً البط والدجاج والإواز والطاوس والحمام يربي الإنسان هذه الدواجن للاستفادة بلحمها وبيضها فهي غذاء أساسي للإنسان والصناعة العديد من المركبات الغذائية كالمرطبات وبعض الحلويات سادساً الأرنب حيوان ولود يربي الاستفادة من لحمه الخالي من المواد الدهنية وجلده مظار الحيوانات الألفة هناك أمراض معدية وخطيرة تؤثر كثيراً على صحة الإنسان سببها الرئيس بعض الحيوانات الألفة فداء الكلب أو السعار مثلاً هو مرض معدن يقضي على الخلايا العصبية لجزء من الدماغ وغالباً ما يسبب الوفاة ويمكن أن تصيب عدوى المرض البشر وكل الحيوانات ذات الدم الحار والأطفال هم أكثر عرضة لبعض الأمراض التي تسببها الحيوانات الألفة كالحساسية والكيس المائي والتي يصاب بها الطفل أثناء لمس أو الاحتكاك الدائم بالحيوان الحيوانات البرية منافعها هي الحيوانات التي تعيش في بيئة طبيعية تلائم عيشها كالمروج والغابات والسهول والبراري ولهذه الحيوانات فوائد كثيرة للإنسان فهي تمكنه من الحصول على الجلود والفراء والتي تستخدم لصناعة الحقائب والملابس والمعاطف الثمينة والأحذية وما شابهها الحصول على بعض المنتجات التي تستخدم للزينة كالعاج والقرون وغيرها الحصول على بعض المنتجات التي تستخدم في صناعة الأدوية والمراهم الطبية ومن بين هذه الحيوانات البرية نذكر أولاً النمر والفهد وما شابهها هي حيوانات برية يصطادها الإنسان للاستفادة من جلدها وفرائها لصنع الحقائب والملابس والمعاطف الثمينة والأحذية وما شابهها ثانياً الفيل هو حيوان بري ينتفع الإنسان بأنيابه لصنع بعض المنتجات التي تستخدم للزينة أدت الراب أولاً أربط بما يناسب الحيوانات أليفة لأن الإنسان يعتني بها فيقدم لها الطعام والشراب لأنها تعيش في الغابة لأنها تعيش مع الإنسان الإجابة الحيوانات أليفة لأن الإنسان يعتني بها فيقدم لها الطعام والشراب لأنها تعيش مع الإنسان ثانياً أضع الكلمات في مكانها المناسب الفرو، اللحم، الحليب، الصوف، الجلد، الحراسة، البيض توفر البقرة اللحم و... توفر الدجاجة واللحم يوفر الكلب الخدمات ك... يوفر الأرنب و... يوفر الخروف اللحم و... والجلد الإجابة توفر البقرة اللحم وال... والحليب والجلد توفر الدجاجة البيض واللحم يوفر الكلب الخدمات ك... الحراسة يوفر الأرنب الفرو واللحم يوفر الخروف اللحم وال... والصوف والجلد ثانياً أصنف الحيوانات التالية حسب الجدول المصاحب أرنب، فهد، بقرة، خروف، أسد، كلب، فيل، غزالة، حصان، نسر حيوانات أليفة، حيوانات أليفة، حيوانات أليفة، أرنب، بقرة، خروف، كلب، حصان حيوانات برية، فهد، أسد، فيل، غزالة، نسر ترجمة نانسي قنقر